صباح الخير ازايكم عاملين ايه يوم جديد كل خير وبركة يارب تستفيدوا من فيديو النهاردة الحقيقة انا لست جاي من بره وانا متضايقة جدا الغلاء اللي احنا فيه ده مش طبيعي جبت 3 فرخات حجمهم متوسط اصعار الفراخ طالع جدا والبانيوس الـ 225 على حسب كل منطقة طالما فيها فراخ حضرت البالانشا والسكينة الحامية والمريالة تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه بال3 فرخات ونطلع منهم ايه اول فرخة هنقسمها على 10 اجزاء يعني انت لو حتى بتقسميها على اقل من كده ما عليش زودي شوي عشان نعديها ايه الفترة دي مع بعض كده على خير طلعت الوركين في الاول منطقة الجناح ما بيكونش فيها لحم باضطر اخد من السدر حاجة بسيطة عشان اللي ياكلوا لاقي فيه لحم بعد كده منطقة الظهر دي بتقطعيها بالسكينة وبنقسم السدرين كده من النص على جزئين وبنقسم كل سدر من النص برضو على جزئين اصبح عندك 10 اجزاء لان احنا لسه هنقسم الورك برضو الجزئين جزء الدبوس جزء الفغد اول فرخة انا مش هطلع منها بني ولا اي حاجة لكن الفرختين التانين هنطلع منهم البني وهنشوف ازاي شايفين قسمتها لعشر اجزاء وجبت الورك وبدت ان انا اقطعه لازم السكينة معاك تكون حمية عشان تسهل عليك حسيت ان هي بردت سنيها على طول بالمسان شايفين جاهزت بقى طبق جنبي في الحوت هنزل بقى الفراخ اللي احنا قطعناها دي اول واحدة كده معنا طريقة التقطيع دي هتنفعك جدا هتكفي عدد افراد الاسرة لو انت اسرتك يعني من 5 ل 6 افراد وزيادة كمان هنيجي بقى للفرخة التانية هنشيل برضو الوركين ونشيل النهاية بتاعت الفرخة وكمان منطقة الجناح دي مش بتتاكل بتترمي ونيجي بقى ناخد من عند الجناح بس ما ناخدش بقى في الفرخة دي من السدري اول لان احنا محتاجينه عشان ناخد منه بنيه هقول لكم هنعمل ايه في السدريين في نهاية الحلقة ادي الجناح الاولاني ومنطقة الظهر برضو هنتخلص منها نشيل الجلد ببنرميش اي حاجة وادي برضو الجناح التاني حسيت ان استكينا معايا كانت برضو بدت ان انا قسلناها بالمسان وارجع اقطع تاني هنتخلص بقى من الجلد وقادي السدري هنا معايا كامل هنقسمه من النص قادي السدريين بتوع الفرخة التانية هنقسم بقى الورك ده فاخده والدبوس وننزل بكمية الفراخ اللي انا قطعتها من الفرخة التانية في الطبق اللي جنبي في مياه طبعا غسلت البلانشا وهنبدأ بقى نقطع السدور لبنيه طبعا الفراخ دي ما كانتش كبيرة فالسدر بقطعه على ثلاث شرايح ما بحبش الحقيقة البنيه يكون رؤية زادة عن اللزوم والجزء طبعا الفلتو اللي بيكون في السدر الناعم ده ممكن تعملي بيق ستريبس بس انا النهاردة حبيت ان اعملك وصفات مش هنستخدم فيها قلي نهائي وهتشوفه ده ان شاء الله في نهاية الحلقة بس انا بوريكي فكرة تقطيع الفراخ البنيه لو حبة يعني حبة كمان تقطعي السدر لأصابع ستريبس لو حبة تقليها يعني زي ما تحبه ادي بقى الفرخة التالتة هنتخلص من النهاية بتاعة الفرخة ومنطقة الجناح ونقسم برضو الورك الاولان هنطلعوا والورك التاني ما فيش اي حاجة صعبة ما نرميش اي حاجة وعلى قد ما نقدر ما نهدرش ونطلع لحمة في العضم وإحنا ايه بنقطع كده وقادي بقى الجناح والجناح التاني ونيجي برضو من عند منطقة الضهر نشيل الجزء اللي بيكون فيه اللي هي العضمة دي السلسلة ونشيل الجلد منها وكمان من عند السدر تطلع معاكب كل سهولة هنقسم بقى السدرين من النص وكمان الدهون اللي بتكون فيه الفراخ اللي لازم تتخلصي منها هنخسلها النهاردة بطريقة حلوة جدا تشيل اي زفورة شايفين بقى ادي الفرخة التالتة هنقسم برضو الوراك هنا على جزئين وننزل على طول في الطبق جنبنا فيش حاجة صعبة ان شاء الله لحد دلوقتي نيجي بقى نخسل البلانشا ونرجع تاني نقطع بنفس الفكرة اللي ورتها لكم شايفين بس انا زي ما قلتلكم مش هعمل خالص لا ستريبس ولا بني ولا ناجتس ولا اي حاجة ضفت بقى كمية البني كلها في بولة وبدأت ان انا اخسل كل جزء كده تحت الميا الجارية لو فيه ريش او فيه اي حاجة بتتخلصي منه كمان المادة الزلالية اللي بتكون فيه الفراخ لازم تتخلصي منها والدهون تعالوا بقى اقولكو هنخسل الفراخ ازاي نزلتها تاني في الطبق دقيق بقى على ملح وعصرة كام لمونة كده افضل مكون ممكن نضيفه يضيع زفارة الطيور عموما الدقيق عن بقى الطحينة وكل المكونات الغريبة اللي انا بشوفها يلا بقى نحاول بقى ندعك الفراخ كويس قوي بالدقيق والملح واللمون وبعد كده نجهز مصفة جنبنا ونخسل كل جزء كده ونضيفه فيه المصفة كمان هننضف الفراخ البني بنفس الفكرة ونضيف كل حاجة في المصفة تنزل اي ميا زيادة عشان ما يكونش فيها اي زفارة شايفين زي الفل الميا بقى الزيادة بتنزل في الطبق بعد كده غسلت الموعين وعقمت كل حاجة وخليت الحوت زي الفل وجبت بقى البخاخة اللي فيها خل وبدأت اعقم كل حاجة استخدمتها في الفراخ زي ما انت شايفين كده قطعت بعد كده اربع بصلات متوسطين في الكبة بعد ما قشرتهم وغسلتهم كويس مع شوية خل اضفت مهمة على الفراخ بيخلي اللحم طالي وتستوي بسرعة افروم يبقى البصل ناعم عشان اللحم يشربه كويس وشوية ملحه في الفلمش اكتر من كده هنشرب بقى الفراخ من التدبيلة دي سيبيها بقى ساعتين تلاتة قبل ما انضفها في اطباق الفوم ويا سلام بقى لو سبتيها من بليلة دي كنتيجة روعة ما بضفش اي حاجة تاني الحقيقة ولا كل الخطوات والغلبة في التدبيلات دي طريقة دي بتكون سهلة الطبق اللي طلعه حبيت اعمله بقى مشوي او اضيفه في صنية بطاطس او اسلقه وبضيف الاضافات بتاعت كل صنف فالطريقة دي بتسهل علي هسيبه بقى على جنب يتدبل والفراخ البنين اللي احنا قطعناها مع بعض قطعتها الكتعة صغيرة وضفتها في الكبة من غير ما نخسلها ولا اي حاجة مكان البصل هنفرم بقى الفراخ على مراتين تلاتة عشان تتفرم معي نعي ما تكتليش على الكبة فرمت بصلية متوسطة مع قرن فلفل رومي او حار وصفيت ميت البصل والفلفل كويس قوي مع كوباية بقسمات فصين من التوم بالعدد صغيرين مفرومين ما تزاوديش عشان طعمه بيكون فز قوي مع الكفتة لو زاد ملح وفلفل اسود شوية بابريكا وشوية بهرات فراخ وجنزبيل حابة تضيفي بهرات الماجي الجهزة زي ما تحبوه البهرات بقى بتاعتك انتي المرة دي هنعمل الكفتة مش هنعمل لا ناجتس ولا بني ولا اي حاجة تتقليف الزيت ويبقى فيه تكلفة جمدة فيه القلي زي ما انتو عارفين الزيت سعره غالي سبت بقى الكفتة تتشمع واستخدمت بقى لأطباق الفوم وكل حلقة التفرزات بأكد ان لأطباق دي بتتفاعل مع الأكل لازم نفصل بكيس تلاجة اول طبق بدأت ارص الفخات بتاعت الفراخ وبعد كده التاني الدبابيس والتالت هيكون الاجنحة والرقاب ان شاء الله عملنا من 3 فرخات الكمية الحلوة دي كلها نحول بقى نماشي الدنيا زي ما بقلتلكم ان شاء الله تعدي على الخير وبإذن الله الفترة دي عاوزين نقطر من الدعا ربنا يستجيب مننا يهل علينا شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين وكل سنة بحضراتكو طيبين وعلى فكرة الوصفات دي هتنفعك في رمضان او غير رمضان حبيت ان انا قفيتكو في حلقة النهار ده انا عارفة طبعا ان السعرها غالي على حسب امكانيات الجيبي وفرازي هتنفعك جدا مصو بقى عملنا كمية كفتة محترمة جبت مية البصل والفلفل صفتهم وضفت شوية زيت هتساعدنا ان احنا نسيخ كده الكفتة وتدي لمعة حلوة للسبوع حابة بقى تشوي الكفتة دي في الفورن او تضفيها في جريلا او طاصة مع قطعة زبدة او شوية زيت صغيرين مش هتكلفك حاجة ولا قلي ولا غلبة خلي بقى الصبوع كده متوسط شايفين بقى التفريغة اللي من جوه بيكون حلو قوي ما بضفش عليها بكنجبودر ولا حاجة خدوا بالكو عشان انا هضفها في الفريزر فعشان ما يتفعلش مع الاكل خدوا بالكو من التكة دي هيع والله يا جماعة من غير بكنجبودر خطيرة ودي بقى الشكل النهائي روعة يارب اكون افتكوا في حلقة النهاردة او بقى تنسوني في خلص الدعاء واللايك والشيء لو عجبكم الفيديو والاشتراك في قناتي على اليوتيوب ان شاء الله تجربوا الطريقة بتاعت النهاردة وتعجبكم استوداكم في امان الله وباي باي